مرض الربو والنهاردة فيه تراب يعني الفقرة جاية على المقاس لك أنا ما كنتش أتصور أن فيه 360 بني آدم حول العالم أصيبوا بهذا المرض بيعتبر مرض الربو الشعب الحقيقة من الأمراض المزمنة اللي بتصيب ناس كتير في العالم كله على مستوى العالم الحقيقة نسبة حدوث المرض يمكن من 3% ل 6% في الدول باختلاف طبعا الدول اللي ممكن يكون فيها زيادة شوية أو أقل شوية هو واحد من الأمراض المزمنة المعروفة طبعا اللي بتسبب ديء في التنفس وقحة وأزيز في الصدر وصعوبة في التنفس عند المرض ممكن طبعا تبقى الحالات بسيطة في معظم الحالات يعني وخاصة في التوقيت اللي احنا بنعيشه دلوقتي لأنه بدأ يزيد الوعي بالعلاج والناس إنها تاخد العلاج بشكل منتظم علشان ما يحصلش نوبات من ديء النفس الشديد لكن طبعا ممكن تكون نوبات شديدة وخاصة مع الجو المطرب اللي احنا بنعصره اليومين دول علشان كده بنحذر أصحاب هذا المرض من إنهم يتعرضوا للجو اللي فيه أتربة كتير لأنه دا من الحاجات اللي ممكن تصير نوبات الحصية عندهم وتكون سبب في نوبات شديدة قد تحتاج في بعض الأحيان لدخول للمستشفى هم